طبعا نروح نعدي بس حاجة بسيطة كده على مباراة الدور قبل النهائي بيت سمسيماني بيتخلص خلاص من عقدته مع فريق الوداد وده طبيعي جدا لما تكون مدير فني لفريق بحجم النادي الآلي فنقدر نساعدك انك تتخلص من عقدك عقبال ما تساعدنا وتبقى التانية يوم سيماني تسيحت للرجل كده طبعا هو قصر نتائج المواجهات المباشرة مع الوداد وبعد متفوق وكمان للأمانة هي الشراكة نفسها مجحة لان النادي الآلي برضو كان متعادل في المواجهات مع الوداد في الفوز 4-4 برضو تفوقنا بفارق المباراتين فشكرا لكتيبة النادي الآلي اللي كان كل الناس منتظرة منها اللي حصل ده وحجم التركيز ياحمد اللي مختلفش تماما عن مباراة الزهاب هو اللي خلينا نسك ان الفريق المراضي فعلا مش هيفرض في البطولة بس كمان ياحمد كان فيه لقطات محتاجين نقف عنها لانها لقطات مميزة بشكل النادي الآلي بالتأكيد خلينا نتكلم في طبعا الهدف الأول وهنا فكرة مروان محسن فارس كان في بعض الأوقات فيه انتقالات سلبية ليه في كرة وقف على انه تسلل او يسيبها اللعب المرة دي مروان خلاص ده لو الحكم صفر انا مكمل معه طبعا حسم الأمور وهدف حسين الشحات طبعا هدف من الأهداف اللي هتسجل في تاريخ حسين الشحات وان شاء الله نكملها بالبطولة وفكرنا طبعا بصوت الكابتن محمود بق عاوز يجيب هدف تاريخي وجاب هدف تاريخي بتاع طبعا الكابتن وليد صلاح الدين وايضا كان في فريق مغربي وفريق الرجاء لكن كان في لقطة مهمة جدا من لاعب بقيمة الكابتن حسين الشحات بيلعب في النادي الأهلي طبعا المتاح ليك تستخدم مهرتك في الملعب لكن الكابتن حسين الشحات راح للمدافع بعد انتهاء الشوت الأول وحاول ان هو يطيب بخطره بعد الكرة دي ممكن نعرض الصورة عشان برضو نبقى فاهمين اللقطات دي اللي ممكن تعدي بالضبط تعدي على المشاهد لأ هي موجودة وده بيديك انطباع عن فكرة بالضبط لعبي النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي بيفرح طبعا بالهدف اللي جابه ولكن بيواسي طبعا بالضبط المدافع لقطة مهمة جدا وأخلقها جدا أشرف حاجة في الرياضة هي اللقطات اللي زادي أشرف حاجة في المنافسة الرياضية هي اللقطات اللي زادي وعايز أقول حاجة بعيدا عن ان اللقطة فعلا عظيمة لا اللقطات دي اللي بتصنع شخصية اللاعب اللقطة دي اللي بتخلي اللاعب يتحط في كاتجوري مختلف وفي تصنيف لنفسه وفي شخصيته جوه الملعب كقائد اللحظة دي أنا شايفه مع الهدف لحظة فارقة حسين الشاحات يقدر يبني عليها زي ما كنا بنقول الماتش الأولاني إن أفشا عمل لحظة فارقة وحسين كمان كان له انفراد الماتش اللي فات فإن أنت تستوعب القصة كلها وتروح بالهدوء ده أنا بقول حسين حط كل التلج اللي في المنطقة القطبية الجنوبية والشمالية على قلبه وراح بالكرة لدرجة أن كابتن سيد عبد حفيز قال لو كان ضياعها كنا نقتله